سازع رام منك ليه بجد ليه بس بقى تفهمني وتوهمني وتوهم مصر كلها ان الاهلي جيري وراك والاهلي بيفوضك والاهلي هو اللي راح يتعقد بعاك ويطلع في الاخر انا اللي راح انك انت رحت وطلبت وعيات وعيات وترجتهم علشان تروح الاهلي وترجتهم انا بجد لما اسمعك التصريحات دي تصدمت تصدمت فيه فيها ايوة طبعا يا جدع كل الكلام ده كدب اكسم بالله كدب بص يا حبيب قلبي اول هام ما كانش الباش مواند طبعا له كل الاحترام والتعديل طبعا وانا بحبه لا انا بوضح بس الحاجة وانا بحبه على المستوى الشخص والكلام ده وانا بحبه ببعض بس هي تحس كده ان هو معاي انا بالذات هربانة منه لا يعبى لاش هربانة منه هبى منه لا انا بقولك معاي انا بالذات يعني احنا مثلا انا وهو انا عايزك تقول لي حقيقة القصة دي بس بدون الكلام عن اشخاص بعيدا لا ما هو خالط الامور خالط الامور يعني مثلا بيقولك ايه اول هام اني جاء للبيت الحاجة الوحيدة اللي هي صح اللي رح ناله البيت وانا ما عرفش انا رايح لمين خلي بالك يعني ايه ما تعرفش يعني ما سألتش لا تعالى عشان احنا رايحين نمدي بقى تعالى لان كان كل حاجة خلصانة وكل اللي اتفقات اتفقنا عليها ولا كان فيك كابتن طرق سليم ولا فيك كابتن صالح سليم ولا كان فيك كابتن عبوهاب سليم ولا حد انا والاستاذ حازم وقوة حازم حازم الهواري اه عضو مجلس ادار اتحاد الكرة الاصف احنا يعني انا روح تقابلته لأستاذ حازم الاول وقعدنا واتفقنا وخلص هو حازم الهواري لما فاضى كان مسؤول في اتحاد الكرة لا لما كانش مسؤول تمان وخلصنا واتفقنا على كل حاجة وقال لي محدش يعرف حاجة عشان ده الكلام ده لو لعبت النادي الاهلي عرفته هتعمل مليون مشكلة ولما ييجي اي حد يكلمك في حتة الفلوس دي ما تتكلمش ما تتكلمش فقعدنا واتفقنا وروحنا شفنا الحاجات اللي انا هاخدها والدنيا والدين وبعد كده قال لي تعالى هنيوصل بعد ما ععدنا في مكتبه اللي ورا نادي الزمالك اللي في شارع النيل هم هو عمل كم تليفون كده من ضمن التليفونات اللي هو عروعا بلباش مهانز عادية هم بس انا ما عرفش فقعد ما خلص التليفون يلا يلا روحنا هو ما عملش التليفون ده قدامك وانت عارف ان انت رايح للمهانز عالق لا اكسب بالله ما عرف تمام اكسب بالله هو فيه تليفونات عملها ومن ضمن التليفونات كان ده طب احنا جايين لك ماشي ركبنا العربية وروحنا بتليقنا فتح لنا الباب بداخلنا وهو الباشمهانز عاد لجي اكسب بالله ما كنت عرفه اه بس هو معروف اسمه جميل ماشي هو له وضعه له بس انا انا مليش في الاجتماعيات دي انا بس عشان ما تفهمش انه هي تقليل منه لا لا خالص انت ما تعرفوش عشان انت يعني ما لكش في القصص دي ولا عرف مين اللي ماسك ادار النادي الاهلي ولا رئيس عشان بس الرجل ليه كل اللي احترامه اه يعني ولا رئيس بتاع ده اللي هو مدير النادي يعني الحاجات دي مليش فيها خالص تمام هو رئيس النادي كب صالح سليم اعضاءه بقى مين ما تعرفش اه ما المسؤولين جوه النادي ما تعرفش ماشي بس فروحنا اه هو خرج بعد كده خرج لنا سليم علينا شربتو ايه ما شربتوش ايه والكلام ده طلبتك ايه شربتك ايه ساعد الله ما فاكر شاي قهوة عصير مش فاكر بس ايه يعني حاجة كانت سريع يعني طيب ماشي يعني راعي بقى راعي بقى اللمون اللي انت شربته عند الرجل اه ماشي قول اللي انت عايزه ووضحه بس فا طلبتك ايه عشان الناس تعرفوا الكلام ده فطوله ما ليش طلبات فعلى حسب كلامي الاستاذ حاجة هم فقال لي ازاي يعني مفروض اي حاجة يعني انتو في الطريق حزب الهواري في الطريق في المكتب عنده اه قالك ما تطلبش حاجة قال لي ما ما تجيبش سرط النادي الاهلي ما يديلكش جنيه ما لكش دعوة ده عندنا دي في القاب تانا هم بس فقال لي ما يطلبش منهم جنيه يعني حتى لو قلولك طلبتك ايه هتاخد كام قولهم مش عايز تمام لان انا مخلص معايا اه خلصت وخدت فلوسك لا خلصنا واتفقنا على كل حاجة اه على المبلغ اللي انت هتاخده اه واخد بلد هم بس وهو كان ساعتها ساعتها في الوقت ده اجعص لعيد كان 35000 جنيه اه وانت خدت كام لا ما كانش فلوس كانت شقة وكانت عربية موديل السنة شقة وعربية 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 موديل ايه 93 93 وخلي بالك ما خدتهمش لما دخلت المزايدة اه يعني الراجل شقة في مص الجديدة او لا فيه لا لا كدت شارع نوال في المعنسين ولا في العجوزة شارع نوال بقى في الدق في العجوزة في المعنسين ما عرفش المهم يعني فا لما الراجل جه وشال هو المزايدة الوحده عشان طبعا قالك ايه رجال الاعمال ادخلت ودفعت الفلوس دي لا او حازم اندي دفعنا هم والفلوس اللي انا كنت اخدها وتنزلنا عليها وتكمل الفلوس وانا عشان كده مرضتش يا طالب اه وما حصلش ان كابتن طرق سليم كان قاعد في القاعدة وانا عيطت وقلت له انت هتسبوني وانا يا رغرغت واجهشت بالبكاء هو انا ولا احمد فتحي ولا عبدالله السعيد ولا حسام البدري اللي اجاه فانا بقولك مش انا يا كابتن عدد مش انا يا باش مهندس وعلى فكرة لو يعني عينك رغرغت هترغر من ايه ما انا بتفق على كل حاجة يعني عايز تلك مش مصدق ان انت هتلعب في النادي الاهلي حاجات كويس انا قدع من انا كان جايلي النادي الاهلي قبلها بسنتين ايامك بسيس الله ارحمه اه وانت حرار كنت بتلعب في بلعب في الزمالك سنة التسعيين كان النادي زمالك هيجيب احمد الكاس وقال لك خلاص اني ماشي رضا عبدالعال حصلت مفاوضاته وتكلموا معي وقلت لهم خلاص ماشي كان الكابتن تسايس هو اللي كلمه اه الله ارحمه وقال لي هم هيسفروا من هنا وانت اجيلي على اسماعاليه كانوا معاشقرين في اسماعاليه ده موسم تسعين تسعين تمام واخد بالك ولما كابتن حماد امام الله يرحمه وعرف اتصلوا بيا بالليل الساعة 12 ان نطلع على المطار معايا ولا مش معايا معاك معاك طيب ركز معايا والله معاك عشان بجاهز بك السؤال اللي جاء الموضوع كان بقى من سنة التسعين ونادي الاهلي كان عايزني واخد بالك تلاتة وتسعين في الفترة دي كنت رايح النادي نادي الرائد السعودي في السعودية انا وجمال عبد الحميد كابتن جمال عبد الحميد وكان الله ارحمه كابتن منحك فاقوسة مدير فاني هم